في الوقت الذي تشتد فيه صواريخ الكاتيوشا على مقتربات الخضراء ومطار بغداد حدث ما لم يكن في حسبان الفصائل المسلحة في الـ 26 من حزيران الحالي استيقظ الجميع على وقع مداهمات جهاز مكافحة الإرهاب لمزرعة في منطقة البعيثة جنوبي العاصمة بغداد وعثرت على ورشة لتصنيع صواريخ الكاتيوشا وفق القوات المشتركة أسفرت العملية عن إلقاء القبض على عشرات من عناصر الفصائل المسلحة في المزرعة فيما لفتت إلى أن عملية الاعتقال تمت بمتابعة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة وبإشرافه شخصيا في نفس اليوم رصدت القوات الأمنية تحرك جهات مسلحة بعجلات حكومية وبلا موافقات رسمية نحو مقرات حكومية من داخل المنطقة الخضراء وخارجها واقتربت من أحد مقرات جهاز مكافحة الإرهاب داخل المنطقة الخضراء واحتكت به تجاوزاً هذا ما أكدته المشترك أيضاً وبرغم ردود الأفعال المعارضة لما جرى وحفلة التسقيط الألكترونية بحق الكاظمي وإطلاق سراح 13 معتقلاً ينتمون لحزب الله العراق يبدو أن الكاظمي حاز على تأييد واسع بدعوى تثبيت سلطة القانون وجعلها فوق الجميع غير أن كتائب حزب الله تعتزم التصعيد أكثر عبر نيتها برفع دعوى قضائية ضد القائد العام للقوات المسلحة والجميع بانتظار من سيكسب الجولة المقبلة